أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاعتزازة بعمق العلاقات الأخوية الوطيضة بين مصر والعراق على المستوين الرسمي والشعبي وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق ودعم جهوده لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما يحقق مصلحة العراق وشعبه وخلال استقباله رئيس طيار الحكمة العراقية عمار الحكيم تمن الرئيس السيسي دور البناء الذي يقوم به الحكيم للحفاظ على الاستقرار والتوازن في العراق وقال متحدث الرئاسة أن رئيس الطيار الحكمة العراقي أعرض من جانبه عن بلغ تقديره للموذغ القيادة الرشيدة الذي يمثله الرئيس السيسي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وكذلك دور مصر كركزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بالمنطقة الإسلامية والعربية ككل كما أكد الحكيم تطلع العراق لمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية الوتيقة التي تربط الدولتين الشقيقتين والتي تقوم على أسسين من التضامن والأخوة معربا عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم العراق وحرص بلاده على الاستفادة من الخبرات التنموية المصرية في المجالات كافة كما تترك اللقاء إلى استعراض المشهد السياسي العراقي بالإضافة إلى مناقشة أبرز تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك